وبحضور السمو الشيخ منصور بن زايد انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اعلن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنك ومجموعة شركتها اطلاق العقود الاجلة لخام مربان في برصة ابو ظبي انتر كونتيننتل للعقود الاجلة والتي تتخذ من سوق ابو ظبي العالمي مقرا له واكد الجابر ان اطلاق البرصة الجديدة يعزز مكانة سوق ابو ظبي العالمي كما ان اطلاق العقود الاجلة لخام مربان يرسخ مكانة ابو ظبي كمركز عالمي لتجارة وتداول السلع مشددا على ان دولة الامارات تشكل موردا رئيسيا موثوقا للطاقة العالميا واضف معالي نعمل على خلق بداية جديدة لأدنك والامارات ولجميع اسواق الطاقة في العالم وبدأ تداول عقود مربان الاجلة والذي تم تداوله بسعر 62 فرس 89 دولارا للبرمير يعني ان خام مربان اصبح سلعة عالمية يتم التداول عليها وفق النظام العالمي وفقنا التلول عليها ليسترقanzات الامارات